السلام عليكم شباب صف الاول السنوي وصلنا مع بعض امتحان رقم 4 محافظة القليبية تعالوا نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم بصلاة والسلام وعلى رسالك كريم فأولا سئلة الاختيار من التعدد بيقول لي اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة رقم 1 مرافق العدد ته 8 ناقص 3 ته 7 يجب أن نفعل هذا في أبسط صورة الأول ته 8 من مضاعفات الأربعة نحن عارفين ان ته 8 تسوي 1 يبقى ته 8 كمان بواحد ته 7 ته 7 ستنقص منها 4 عشان له مضاعفات الأربعة أول مضاعف لها هيتبقى لك ته 3 والته 3 دي عبارة عن ته تربيع في ته الته تربيع بسلب واحد سالب في سالب بموجب 3 ته يريدون أن نرافق هذا العدد يريدون أن تعكس الإشارة العدد في النص لكن يجب أن يكون مكتوب كثيرا أنه يجب أن يكون مكتوب كثيرا ألف زائد به ته العدد الحقيقي أو الصحيح الأول وبعدين الته والمرافق بتاعه فالمرافق بتاعه 1 زائد 3 ته هو 1 ناقص 3 ته رقم 2 إشارة الدلة تال حيث دلة سين تساوي كاف سين زائد 3 تكون مجابة على ح إذا كانت كاف تساوي إمتى تكون مجابة إشارة الدلة دي دلة خطية فعشان تكون مجابة صعب تحدد في الدلة خطية نياتكم كلها مجابة أو مستحيل لأن الدلة خطية عاملة كن أو كن هناك دائما جزء في المجاب وجزء في الساد الدلة اللي بتبقى كلها مجابة يا إما الدلة التربعية فيها حالة من الحالات بتاعتكم مجابة أو الدلة السابتة فأنا لو قدرت أحول الدلة خطية دي عشان سينه السواحد لدلة سابتة فهتكون مجابة إزاي أحاولها لدلة سابتة إن أنا أتخلص من السين دي فنضربها في صفر فلو الكاف بصفر خلاص بقت بتلاتة تلاتة دي كلها مجابة تبقى فوهم رقم تلاتة مجموعة حل المتبينة سين في سين ناقص تلاتة أصغر من أو يسوي صفر في ح أيام السين تسوي صفر أو يسعى س наз 3 وهو السلبا في Architect thoughtable crowd ستحرك لدية تعالوا نرسم سين بصفر وسين بثلاتة أصغر من أو يسوي صفر أصغر من هذا يعني سالب ما هو أصغر مني سالب وصفر دعونا نكمل الأول دي سين في سين بسين تربيع عشرة سين تربيع هنا تبقى موجبة يبقى ده موجب وده موجب وده سالب انت عايز أصغر منه أو يساوي الصفر يعني عايز السالب والصفر اللي هما الشوية دقل اللي هما من الصفر للتلاتة مغلقة رقم أربع بيقول لي إذا كان سين وصاد عدديني حقيقيين وكان سين زائد 2 صاد ته يساوي 2 زائد ته لكل تربية فإن سين زائد صاد تعالي نفكر الأول تربية 2 تربية ب4 الثاني تربية إشارة الوسطان 2 الأول في الثاني 2 في 2 ب4 ته الته تربيع بسالب واحد 4 ناقص واحد تبقى 3 زائد أربعة وهنا سين زائد 2 صاد ته إنت عايز تجيب قيمة سين قيمة سين هي العدد الحقيقي كله هو 3 وقيمة صاد 2 صاد تساوي أربعة لأن العدد التخيولي يساوي العدد التخيول يبقى صاد أربعة لتنين اللي هي اتناء 3 زائد 2 تبقى 5 رقم 5 بيقولي إذا كان حاصل ضرب جزري المعادلة قبل ما تكمل قانون حاصل ضرب جزري المعادلة اللي هو الجيم على ألف وجيمة على ألف في المعادلة ألف سين تربية ناقص اتنين سين زائد عشرة الجيم بعشرة والألف بألف قالك حصل الضرب ده بكام يساوي 5 فإن ألف تساوي 10 على الخمس اللي هي اتنين رقم 6 يقولي إذا كان واحد على لام واحد على ميم هما جزر المعادلة 4 سين تربية ناقص 8 سين زائد 1 يساوي صفر فإن لام زائد ميم يساوي لازم عشان أكون معادلة أجيب مجموع الجزري اللي هو سالب به على ألف اللي هو سالب به اللي هي سالب 8 على ألف اللي هي الأربعة سالب في سالب بموجب 8 على الأربعة اللي هي اتنين وأجيب حاصل ضربهم اللي هو الجيم على ألف الجيم اللي هي واحد على الألف اللي هي أربعة هو عايز لام زائد ميم ساوي النواتج اللي انت طلعتها بمجموع الجزرين الحقيقيين هات مجموحهم كده ساويهم باثنين هتلاقي انه دي كده لام زائد ميم وهنا واحد في ميم بميم وواحد في لام باللام تساوي اثنين وحاصل ضربهم الواحد على لام في واحد على ميم واحد في واحد بواحد ولام في ميم باللام ميم تساوي 1 على 4 يبقى لام ميم بكام؟ باربع اعتزر بس عن الخطأ ده كده ده لام ميم ضربهم لام ميم لام ميم بأربعة يبقى أنت هتشيل لام ميم ده وتحط مكانها أربعة عشان تجيب ميم زائد لام هتعمل مؤص أربعة في اتنين بتمانية فين التمانية هنا به رقم سبعة الشكل المقابل يمثل منحنة دلة تربعية دلة سين إذا كان لام وميم هما جزر المعادلة دلة سين تسوي صفر حيث لام أكبر من الميم فإن المعادلة التي جزرها لام زائد اتنين وميم ناقص واحد هي طبعا الجزرين هنا واضحين جدا هم لهم تلاتة واحد طبعا حطيت اللام بتلاتة لأنه وقال لام أكبر من ميم كون لي بقى المعادلة اللي جزرها لام زائد اتنين يعني تلاتة زائد اتنين خمس وميم ناقص واحد واحد ناقص واحد صفر هنعمل مجموع الجزرين دول الجزرين الجداد مجموحهم اللي هو بخمس حاصل ضربهم اللي هو بصفر يبقى هنعمل سين تربيع ناقص مجموع الجزرين اللي هو خمسة سين زائد حاصل ضربهم اللي هو صفر يساوي صفر رقم تمانية إذا كان جزر المعادلة سين تربيع ناقص اربعة سين زائد كاف يساوي صفر غيري حقيقيين فإن كاف يمكن أن تساوي الجزرين غير حقيقيين يبقى المميز بسالب ومعنى المميز بسالب نوع أقل من الصفر البيه اللي هي سالب أربعة والألف اللي هي بواحد والجيم اللي هي بكاف أقل من الصفر السالب أربعة تربيع بستاشر أربعة في واحد بأربعة تربيع بأربعة كاف أصغر من الصفر هنودي ده هناك بالموجب تبقى ستاشر أصغر من أربعة كاف هنقسم على الأربعة ستاشر على الأربعة في هالأربعة يبقى كاف لازم تكون أكبر من الأربعة الأكبر من الأربعة هنا خمس رقم 9 بيولي طول القوصة المقابل لزاوية محيطية مهمة لأننا نعمل بالزاوية المركزية والزاوية المركزية هي ضعف الزاوية المحيطية يعني 60 درجة في دائرة القطرها 12 سنتي مهمة نعمل بنص القطر اللي هو 6 سنتي نعرف أن سيتا دائري تساوي لم على نق يبقى لم يساوي سيتا دائري في نق سيتا دائري هتحول دي بالدائري ستين في باي على مية وتمانين في نق اللي هي بستة استدعي لنا الآلة الحسبة لو سمح هذه ستين في باي على مية وتمانين في ستة تبقى اتنين باي رقم 10 بيولي مدى الدلة دلة سين يساوي اتنين جاسين على الفترة المغلقة من صفر لباي المدى بشكل عام للدلة الجاة أو الجاة معروف أنه من سالب واحد لواحد ولكن الدلة هنا مضروبة في اتنين تبقى من سالب اتنين لاتنين لكن خلي بالك خلي بالك من حاجة مهمة جدا ايه هي انه المدى ده على الدلة اللي هي من اول صفر لاتنين باي كده ده من سالب اتنين لاتنين هو بيقولك من صفر الباي بس يعني هنا يعني انت كده امسح ده مش عايزه آه يبقى انت كده بقى معاك من الصفر للاتنين رقم احداشر بيقولي اذا كان ثلاثة قا سيتا زائد خمسة يساوي صفر حيث سيتا قياس اصغر زاوية مجابة فان نظام ماتين وسبعين ناقس سيتا حل دي كمعادلة عادي ودي الخمسة هناك بعكس الاشارة تبقى السالب خمس بعد كده ايه اسم على الثلاثة تبقى قا سيتا سالب خمسة على الثلاثة اعمل بقى الاربع بتاعتنا كده عشان نعرف القا سيتا مكانها فين طبعا احنا عارفين هنا كل الدول المجابة هنا الجا هنا الزا هنا الجتا القا مقلوب الجتا والجتا سالبة في الربع الثاني والثالث الغي الثالث لان نقول لك اصغر زاوية مجابة وارسم المسلس بتاعي لا اني سيتا هنا طبعا القا مقلوب الجتا والجتا مجاور على وطر يبقى دي وطر على مجاور وطر يبقى الخمسة الاول ومجاور هنا السالب ثلاثة طبعا ده الاكس بالسالب هنا او اسمحوا للسينات بالسالب هتجيب في بفساغورس الضرع الثالث اللي هو اربعة مشهور ده 3 4 5 تعالوا بقى نحل المشكلة التانية دي زاوة 270 نايا سيتا المتين وسبعين هتخلي الزا زاوة طب زاوة 270 ناياس 270 ناياس يعني في الربع الثالث في الربع الثالث الزاوة مجابة بقى تفضل زي ما هي مجابة الزاوة الزاوة عكس الزاوة الزاوة مقابل على مجاور يبقى الزاوة مجاور على مقابل سالب 3 على 4 سالب 3 على الاربع اللي هي سالب 75 من مي بعد كده رقم ناشر بيقول لك إذا كان جا 4 سيتا يساوي جا 4 سيتا حيث سيتا قيادة زاوية حدة فإن سيتا تنتمي لنقى الدرجة طالما قال لك جا وجاة يبقى أنت لازم تقول إن مجموحهم أو حصل طرحهم يساوي 90 زائد 360 نون تعمل كده مرة بالزائد ومرة بالنقص ده القانون العام بتاعه 4 سيتا زاية سيتا تبقى 5 سيتا تساوي 90 زائد 360 نون وهنا 4 سيتا نايس سيتا تبقى 3 سيتا تساوي 90 زائد 360 نون هاسم على الخمسة تبقى السيتا تساوي 18 زائد 360 على الخمسة تبقى 72 نون وهنا هاسم على 3 تبقى السيتا تساوي 30 زائد 120 نون هعوض عن نون بصفر لما تعود عن نون بصفر يبقى سيتا بـ 18 لما تعود هنا بصفر تبقى بـ 30 هتعود بـ 1 مش هتنفع لما تعود عن نون بـ 1 هتلاقيها كده 18 زائد 72 في 1 تبقى 90 خلاص وهنا اصلا ده 120 ممنوع تتقرب منها فانت معك 18 و 30 رقم 13 رقم 13 اصغر قياس موجب للزاوية 750 عشان تعرف اصغر قياس موجب اطرح 360 كمان 360 خلاص وصلت الازر قياس موجب اللي هو التلاتين رقم 14 بيقولي في شكل المقابل به ألف قطعة ممسة لدائرة الوحدة مين عند ألف حيث ألف واحد على اثنين وجزر ثلاثة على اثنين فإن به و دي إحداثيات النقطة ألف ودي قطعة ممسة طالما دائرة الوحدة احنا عارفين إن دي مكونة من سين وصاد اللي هي جتاسيتا وجاسيتا ده ممس يبقى مسلس قائم عشان نعرف في الزاوية هنعمل shift قوزين النص تطلع الزاوية دي ستين طيب دي دائرة الوحدة يبقى دا نص قطر ودا نص قطر لما دا نص قطر ودا نص قطر ودائرة الوحدة يبقى دا واحد ودا واحد طبعا دا تلاتين وحنا عارفين إن الدلع المقابل للزاوية تلاتين في المسلس القائم نص الوطر لما دا واحد يبقى الوطر كل اتنين دا واحد يبقى دا زي واحد يبقى به واحد وحدة طول رقم خمستاشر الاربع الاربع بقت عشرين ان ضربت في خمسة يبقى الخمسة في خمسة في خمسة وعشرين رقم ستاشر بيقولي إذا كانت قوة النقطة ألف نسبة للدائرة ميم تساوي نق حيث نق طول نص في قطر الدائرة فإن ألف تقع هنا عندنا ثلاث حلات لو قوة النقطة طلعت ماك بالموجب أو بالسالب أو بالصفر لو بالموجب يبقى خارج الدائرة لو بالسالب داخل الدائرة لو بالصفر يبقى على الدائرة طب هنا بيقولك نق ماهو نق دا حيبقى رقم واحد اتنين سبعة تمانية مافيش نق بالسالب ماهو نفعش يبقى نق بصفر مش هرسم دائرة كده يبقى بالموجب يبقى خارج الدائرة رقم سبعتاشر بيقولي في الشكل المقابل ألف جيم تساوي كم سنت ألف جيم اللي هي دي طبعا ده منصف داخل منصف الداخل هو دروي الألف به على ألف جيم يساوي به دل على دل جيم ألف به بستة سنت وألف جيم معرفه به دل بتلاتة وده الجيم باتنين يبقى عشان نجيب ألف جيم هعمل ستة في اتنين على التلاتة ستة في اتنين باتناشر على التلاتة اللي هي أربعة رقم 18 بيقولي ألف به ممس للدائرة ميم عند به قوة النقطة ألف بالنسبة للدائرة ميم تساوي ستة وتلاتين فإن جيم دال قانون قوة النقطة هو نفس قانون الممس يعني شانتور كده قوة النقطة ألف بالنسبة للدائرة ميم يساوي بس كده كأنك بتقول الممس تربيعية جزء الصغير ده اللي هو أربعة في الجزء الكبير ده اللي هو وليكن سين ده بستة وتلاتين يساوي أربعة في سين يبقى سين ستة وتلاتين على الأربعة اللي هي بتسعة طب كل ده بتسعة ودي بأربعة تبقى جيم دال بكام خمس رقم تسعتاشر بيقولي في الشكل المقابل قوة قوس القياس القوس ألف جيم يساوي قياس القوس جيم دال وقياس القوس به دال يساوي 20 فإن قياس زاوية ه هذه قياس زاوية ه طبعا قياس زاوية ه أصلا بتجيب القانون اللي هو قياس القوس ألف جيم ناقص قياس القوس به دال على الاتنين فقياس زاوية ه عبارة القوس ألف جيم ما نحن عارفين والقوس به دال 20 درجة على الاتنين دي اول معلومة عندنا تاني معلومة عندنا ان القوس دا كله ألف به بمية بمية وثمانين درجة طيب في منهم به دال بعشرين يبقى قياس القوس ألف دال مية وتمانين ناقص عشرين يساوي مية وستين درجة يبقى قياس القوس ألف جيم مية وستين على الاتنين تبقى تمانين درجة يبقى دي تمانين ودي تمانين دي تمانين هاي تمانين ناقص عشرين ستين على الاتنين تبقى تلاتين درجة رقم عشرين بيقول إذا كان زاطا به زائد زاطا جيم تساوي خمس وبه جيم تساوي عشرين سنتي فإن ألف دال تساوي كم سنتي فين زاطا به زاطا به الزاط مقلوب الز الز مقابل على مجاور الز مجاور على مقابل برضو هنا مجاور على مقابل تبقى عشان تجمعهم الألف دال تحت وفوق به دال زائد دال جيم طب به دال زائد دال جيم اللي هي به جيم به جيم بكام ب20 على ألف دال خلي بالك وقال لك كل ده في الآخر يساوي كام 5 يبقى أنت عشان تجيب الألف دال هتعمل 20 على 5 اللي هي باربعة فين رقم رقم يقول لي إذا كان مساحة المسلس ألف به يساوي 40 المسلس 40 م رقم فإن مساحة المسلس المسلس هل تلاحظ المسلس هل تلاحظ المسلس متشابهين لذلك الزوية تسوي الزوية دي وده مشتركة بين المسلس الصغير والكبير تعالي نكتب المسلس هنعمل الزوية الثالث هنا بالأحمر والزاوية هنا بالأحمر لكي نمشي بترتيب الألواء هنعمل أزرق ألف أغضر أحمر يشابه المسلس الكبير أزرق أغضر أحمر وهنعمل كده ألف دال على ألف جيم يساوي دال ه على جيم ب يساوي ألف ه على ألف به ألف دال ياب ثلاث ألف جيم هنعمل هنسمي جزيه سين هنعمل أربعة زائد سين دال ه مش عارف هنعمل ألف ه باربعة وألف به بتمانية يبقى النسبة ما بين المسلس دول أربعة على تمانية اللي هي واحد على الاتنين اللي هي مسلس ألف دال ه وألف جيم به طبعا عشان تشترى النسبة ما بين المساحات اللي لازم تربع الواحد تربع بواحد والاتنين تربع باربع مساحة المسلس ألف به جيم باربع الكبيرة دي باربع يبقى المسلس اللي فيه كام أربع أربع في واحد على الأربعة أربع في واحد باربع على الأربعة فيها العشر رقم 22 بيقولي في الشكل المقابل سين تساوي كام سنتيمتر طبعا هنعمل الجزء ده على الجزء ده يساوي الجزء ده على الجزء ده هنعمل اطرافين في وسط سين في سين زايد اثنين واثنين فاربع بتمني سين في سين بسين تربية زايد سين في اثنين باثنين سين تساوي ثماني هندخل الثمانية بعكس الإشار بعدين حل مود خمسة ثلاثة معامل سين تربية بواحد معامل سين باثنين لحد المطلق بسالب ثماني تطلع الأولانية باثنين والثانية بسالب اثنين لانه مفيش طول بالسال رقم 23 اذا كان كاف معامل تشابه المضلع ميم 1 بالنسبة لمضلع 102 وكان 101 تكبير للمضلع 102 فان كاف تكبير لازم معامل التشابه يكون أكبر من الواحد لازم يكون 1 وربع لكن لو تطابق يبقى 1 تصغير أقل من الواحد 24 إذا كان الشكل قلب به جمدال رباع دائري رباع دائري يعني كده يعني نقدر نقول ان الزاوية دي بتساوي الزاوية دي والعكس الزاوية دي بتساوي زاوية دي لانهما محيطيتان مشتركتان في نفس القوص فإن به طبعا ده مسلس قائم 5 4 3 مشهور مسلس ده مش محتاج فإن طيب تعال نعملها بطريقة مختلف مسلسين دول متشابهين ابدأ بالأخضر ألف روح للأزرق دال ه يشاب ابدأ بالأخضر به روح للأزرق جيم ه بعدين نطبق ألف دال على به جيم ساوي دال ه على جيم ه ساوي ألف ه على به ألف دال بخمس به جيم مش عارف دال ه باربع جيم ه تمان ألف ه بتلات به مش عارف عشان تجيب به ه هتعمل مواص تمانية في تلاتة على الاربع تمانية في تلاتة باربع وعشرين على الاربع فيها الستة رقم خمسة وعشرين بيقول لي مسلس ألف به جيم يشابه المسلس سين صادعين وكان قياس زوية ألف يسوي خمسين درجة وقياس زوية سات سبعين يبقى عشان تجيب به هتعمل مية وتمانين نائس خمسين زائد سبعين خمسين زائد سبعين مية وعشرين مية وتمانين نائس مية وعشرين تبقى ستين هو بيقول لك عايز قا جيم لم أعرف عشان رح تجيب به لم صبرت لي آه أوداني صاد أصلا أنا غلط نرجع 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 أنا مش عارف قريت هجيم ألف بخمسين وصاد بسبعين طالما متشابهين يبقى صاد هي به بسبعين يبقى جيم هي اللي هتبقى بستين مية 80-50 زائد 70 هو عايز قا 60 القا مقلوب الجتة طب عايز جتة 60 جتة بنص مقلوب هتنين على واحد رقم 26 في الشكل المقابل ألف هه يساوي كام سنتي طبعا هنا المثلسين دول متشابهين ألف دال ه يشابه المثلس ألف به ج يبقى ألف دال على ألف به ساوي دال ه على به ج ساوي ألف ه على ألف ج طالما فيه توازج كده يبقى المثلسين متشابهين ألف دال مش عارفينها وألف به مش عارفينها ملكش دعو بيهم ألف ه مش عارفينها وهي جيم باربع بسو ألف جيم بيسميها سين زائد 4 يبقى ده سين ودي سين زائد 4 دال هي بستة وبيه جيم باربع 14 أعمل مقص تبقى ستة في سين زائد 4 تساوي 14 سين تبقى ستة سين زائد 6 فاربع 24 تساوي 14 سين 14 سين نقص ستة سين تبقى 8 سين يبقى السين 24 على 8 اللي هي 3 رقم 27 يقول إذا كان ألف دال يساوي 3 سنت ألف 4 سنت جيم ه 3 سنت فإن دال جيم واضح كده أنه منصف داخلي ومنصف خارجي وعن عارفين أن المنصف الداخلي والخارجي تبقى زائد ما بينهم قائمة وهو يدي مسلس قائم تقدر تطبق في سغورس 3 4 يبقى الضلع دا كام أيوة 5 بيجي ازاي 3 تربيع زائد 4 تربيع لما كل دا 5 ودا 3 يبقى دا كام 2 بعد كده ننتقل للسؤالين المقالب يقول أجب على الأسئلة الآتية إذا كان لم وميم هما جزر المعادلة سين تربيع دخلي دا بعكس الإشارة نائس 5 سين زائد 3 يساوي صفر كون المعادلة التي جزرها لم تربيع ميم وميم تربيع لا هات مجموعة الجزرين الأول اللي هو سالب به على ألف سالب 5 على 1 تبقى 5 حاصل ضرب الجزرين اللي هو جيم على ألف 3 على 1 اللي هي 3 بعد كده كون المعادلة المطلوبة هات برضو مجموعة الجزرين اللي هو لم تربيع ميم زائد ميم تربيع لام هناخد اللام ميم عمل مشترك لما اخذ هنا اللام يتبقى اللام ولما اخذ ميم تروح وهاخذ هنا اللام يتبقى ميم كمان اللام في ميم ب3 واللام زائد ميم ب5 3 5 15 15 هات حاصل ضرب الجزرين اللي هو لم تربيع ميم في ميم تربيع لام يساوي يبقى لام تربيع في لام بلام تكعيب ميم في ميم تربيع بميم تكعيب تبقى لام ميم الكل تكعيب لام ميم بتلاتة تبقى تلاتة تكعيب ب27 يبقى المعادلة سين تربيع ناقص 15 مجموعة جزرين سين زائد حاصل ضرب اللي هو 27 يساوي 0 رقم 2 لازم يكون مسألة هندسة بها بيقول لي في الشكل المقابل أجب عما يأتي برهن أن جيم ميم ينصف زاوية دل جيم ألف وأوجي طول جيم ميم طيب خلينا نبدأ بأسهل حاجة عندك اللي هي التوازي مش ميم ه يوازي دل ب يبقى تقدر تقول أن ألف ه على ه ب تساوي ألف ميم على ميم د ألف ه ب 6 وه ب 3 ألف ميم مش عارفين ها و ميم دال ب 2 يبقى ألف ميم 6 في 2 على 3 6 في 2 ب 12 على 3 تبقى 4 4 ب نحن 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 أول على ميم تساوي 8 على 4 اللي هي 2 النسبتين دول متساويتين سميلي دي رقم واحد ودي رقم 2 طالما متساويتين قادر أقول أنه ألف ميم على ميم دال تساوي ألف جيم على جيم دال طالما النسبة عملت ألف ميم على ميم دال ألف جيم على جيم دال يبقى ده منصف طبعا عايزين طول جيم ميم هتعمل القانون بتاع 8 في 4 ناقص 4 في 2 تبع 2 جزر 6 وكده هيا شباب يكون انتهى معنا امتحن رقم 4 ناقص ان شاء الله في امتحن رقم 5 اتمنى لكم استفدتم من الفيديو لا تنسو تدعمونا اعبط لايك وشير وسبسكرايب ودعواتكم وكمنتاتكم حافظين عشان نكمل واستمر باتمنى لكم كل توفية وشكرا والسلام الله عليكم اشتركوا في القناة